حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص وصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعاهدا بالرد بالشكل المناسب وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن وزراء خارجية الاتحاد أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في هذا النزاع وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت الأحد الماضي عن قلقها وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيبا عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص وهو ما رفضته أنقرة